شبكة الأمل ويدفعهم إلى التغيير الإيجابي والتقدم بالإضافة إلى تعزيز روح التضامن والتعاون بين شعوب العالم من خلال الأهداف التي تسعى شبكة الأمل إلى تحقيقها تم افتتاح معرض شبكة الأمل الذي يهدف إلى تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء في شبكة الأمل فضلا عن تسليط الضوء على الجهود الرامية لتمكين الشباب في مختلف المجالات وعرض التجارب الشبابية الناجحة وقصص النجاح والملهمين من مختلف الدول المشاركة على هامش هذه الشبكة التي تضم عدد كبير من الدول المؤمنة بالأمل قمنا بتجشين اليوم المعرض الخاص بالأمل اللي اسمه هوبين أكشن في مجمع الأفنيوز التجاري حرصنا أن نخلي المعرض يبين أفضل ممارسات ناجحة في الدول الشقيقة والصديقة ويكون مفتوح للكل عشان أهم يشوفون فعلا أهمية غرس الأمل في نفس الشباب على هامش هذه المعرض أيضا وقعنا مذكرتين تفاهم مع جمهورية قبرص ومع الاتحاد الروسي وهذه كلها يصب في مصلحة الشباب البحرين إن شاء الله وقام أعضاء شبكة الأمل بجولة في المعرض الذي يتضمن أقساما مخصصة لكل دولة منضوية تحت مضلة الشبكة حيث تستعرض الدول المشاركة مبادراتها وبرامجها وتجاربها الناجحة وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها في مجالات الشباب بالإضافة إلى إنجازات الحركة الشبابية في الشأن الشبابي أكيد أن مستلزمات الذكاء الاصطناعي، مستلزمات الرقمنة، مستلزمات التكنولوجيات الحديثة أثرت على مختلف الاحتياجات المرتبطة بمجال الشباب ومبادرة الأفل تفتح آفاقا واعدة بحيث أنها كما قلت تستدعي الممارسات العالمية الحميدة في مجال تدبير شؤون الشباب وتستشرف أفق تطبيقها أنا سعيد ومتحمس وممتن لمملكة البحرين لدعوتهم الأمم المتحدة ليكونوا جزءا من شبكة الأمل هذه المبادرة تجمع بلدان مختلفة لمشاركة الممارسات الجيدة عن كيفية العمل في شؤون الشباب وأعتقد أن هذا مهم جدا في عالم فيه أكثر جين من الشباب على الإطلاق وأكثرهم تعليما وترابطا احتضان المملكة لفعاليات شبكة الأمل ضمن تجمع دولي يضم وزراء شؤون الشباب من مختلف أنحاء دول العالم بمبادرة من مملكة البحرين يؤكد ذلك حرص المملكة على تمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة تعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعارف التي تتماشى مع الخطة العالمية للاستدامة بين دول العالم معرض شبكة الأمل يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات الناجحة في القطاع الشبابي وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة الشباب الحريص على خلق تأثير إيجابي في مجتمعه وبلده إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر